أهلا بحضراتكم لن تخطئ العين ما تحقق من إنجازات في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في البلاد وخلال السنوات الماضية كان قطاع النقل من بين أبرز القطاعات التي حبطت بالاهتمام والتطوير لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين وأهمية حيوية في خدمة كافة قطاعات التنمية في الدولة بعد أن تم إهماله قبل ثورة الثلاثين من يونيو رؤية القيادة السياسية للنهوض بالقطاع تمثلت في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ وأطرق الربط البري مع الدول العربية والأفريقية المجاورة الخطة الطموحة تسعى لتطوير كافة قطاعات النقل باستثمارات تصل إلى نحو تريليون وسبعمائة مليون جنيه تشتمل في مجال الطرق والكباري على إنشاء سبعة ألاف كيلو متر من الطرق الجديدة ليصل إجمال أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية إلى ثلاثين ألف كيلو متر فضلا عن تطويري ورفع كفاءة عشرة ألاف كيلو متر من شبكة الطرق الحالية وإنشاء أربعة وثلاثين محورا جديدا على النيل ليصل الإجمالي إلى اثنين وسبعين كبري ومحورا على النيل أما في مجال السكك الحديدية فيتم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمال أطوال حوالي ألفي كيلو متر وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات على أربعة خطوط رئيسية بجانب تطوير أسطول الوحدات المتحركة من خلال توريد مائتين وستين جرارا جديدا وتوريد ألف وثلاثمائة عربة جديدة فضلا عن توريد ستة قطارات كاملة بالإضافة إلى تطوير المحطات بما يحقق نقل مليوني راكب يوميا بدلا من مليون راكب حاليا حققت مصر نقلة نوعية في مشروعات الجر الكهربائية عبر التوسع في مشروعات النقل الأخضر والطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية عبر استراتيجية للتحول إلى نظم النقل الجمعي الأخضر صديق البيئة تمثلت في مشروعات القطار الكهربائية الخفيف بجانب مشروع المونوريل الذي يعد من بين أحدث وسائل النقل عالميا ومشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث لمتر الأنفاق ومشروع إنشاء الخطين الرابع والسادس لمتر الأنفاق فضلا عن مشروعات أخرى تسعى مصر أيضا إلى التحول لتكون مركزا لتجارة العالمية واللوجستيات بخلق بحاول نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية مثل محور السخنة الإسكندرية كما قامت بتنفيذ عدد من المشروعات في مجال النقل البحري داخل ميناء الأسكندرية وضميات وفي مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية تم التخطيط لإنشاء تسعة موانئ جافة وثمانية مراكز الجستية تستوعب ما يزيد على خمسة ملايين حاوية مكافئة سنويا بالإضافة إلى تطوير نحو سبعة موانئ برية على الحدود مع ليبيا والسودهن إضافة إلى تطهير وتطوير وتكريك أكثر من 3000 كم طرق ملاحية وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع وتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لتحقق مصر عددا من الجوائز الدولية فضلا عن إشادة كبريات المؤسسات العالمية بالإنجازات المتحققة في هذا القطاع الحيوي حيث تقدمت مصر خمسة مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 وذلك بفضل جودة البنية التحتية كما حصلت على الجائزة المميزة من منك التنمية الأفريقي لبناء الطرق لعام 2020 مشاهدين كان هذا عرضا موجزا لأبرز إنجازات الدولة في قطاع النقل شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة